الإعلام العبري الذي ذكره الأستاذ في جريدة يد يعود أحلى نوت تحليل وفاة رئيسي تمثل ضربة شخصية قاسية لخامنائي لأنه الرئيس الأكثر ولاء وملاءمة له من بين الرؤساء الخمسة الذين خدموا تحت قيادته منذ تعيينه زعيما في صيف عام 1989 المقصود خامنائي وعكس انتخابه للرئاسة تغيرا كبيرا في ميزان القوى السياسية في السلطة التنفيذية وبشر بعودة سيطرة المحافظين نحكيه على جيل من جيل على جميع مراكز السلطة في إيران خاصة بعد ولاية سلفية حسن روحاني التي دامت ثماني سنوات وتم التعرف عليه من خلال المعسكري البراجماتي كما أدى انتخاب رئيسي لتعزيز التركيبة المتشددة للمجلس الأعلى للأمن القومي وكان له تأثير كبير في إدارة السياسة الخارجية وفات وزير الخارجية حسين عبداللهين سيكون لها تأثير كبير لأن معرفته العميقة بالشرق الأوسط وإتقانه للغة العربية وقربه الشديد من فيلق القدس التابع للحرس التوري جعلته في السنوات الأخيرة خاصة بعد حرب غزة عاملا مهما في قيادة الدبلوماسية الإيرانية وبرزت مشاركته مقارنة مع السلفي جواد ضريف التي اتسمت علاقاته مع الحرس التوري بالتوتر كما لعب دورا مركزيا في جهود إيران لتخفيف التوترات مع جيرانها العرب يعني الإعلام العبري بقراءة جيدة على أساس أنه هذا الداخل الإيراني هو منذ فترة النظام الإيراني هو دائما بين فريقين فريق المحافظين أورتودوكس نستطيع وفريق الإصلاحيين أورتودوكس ولكن الشيء الملاحظ فضلا على هذه القراءة وقراءة أخرى أن إيران وصلت أن لا هذا التيار ولا هذا التيار يستطيع إخراج إيران من وضع الحالي بمعنى كانت أزمة حكم أو أزمة أفاق ويشعر بها بمعنى لا هذا يقدم مثلاً نحن نعرف كلمة الحرس الثوري وفيلق القدس وكل ومكانته أقوى من الجيش لأنه إيساعة التعبير وهذا حرس الثوري إيساعة التعبير هو الجهاز السياسي العسكري الجهاز السياسي العسكري والأمني في عداته ويحكم مفاصل الدولة الآن فيه أن الشعب الإيراني بكل وضوح الشعب الإيراني أعيته العقوبات تعبدته أرهاقته أرهاقته فعلاً هناك محاولات كثيرة بعناوين مختلفة تعبير عن التضمر تعبير عن التمرد ومحاولة الغرب التسلل خلال التمرد لتوجيهه في عمليات انقلاب على الحكم أو إحداث الطرابات أصلاً فكرة الربيع الفارسي كانت كلمة عن الربيع الفارسي لكن المحصلة المحصلة بعد ذاتها هو القرار الإيراني لديسيدورة إيران الآن كيف إخراج إيران من الشرنقة من ضيق الأفق إلى توسيع الأفق السياسي لأن الدولة الإيرانية رغم أنها شعب عريق حضارة وعمق وغير ذلك وقوة ما تمثله وقوة فكرية وقوة إبداعية يقول ذلك ولكن لكن أنهم يعيشون سأتعبير الخروج إلى المستقبل هذا النظام اللي يسميه النظام الميلادي الآن يخرج إلى وضعية إلى وضعية سأتعبير كوضعية انتقالية ملالية مدنية معناها هذا الآن هو البحث وعندما لا تجد طريقك ماذا ينقلب الأمر ينقلب إلى التجاذبات إلى صراع الأجنعاء فالآن هذه المحافظة تولوا الحكم عندما تمرات من أيام نجادي وقبله تولوا الحكم والجماعة الإصلاحيين نذكر فترة خاتمي والروحاني بمعنى الحصيلة لم يجدوا ما يجعل إيران ما يجعل إيران في وضع يعود على الداخل صحيح أتعبتهم العقوبات والظروف الاقتصادية